اشتركوا في القناة بدأ العدة التنازلي أيام قليلة تفصلنا عن استقبال مصر على أرضها بمدينة السلام شرم الشيخ أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والتصدي لقضية تغير المناخ وأثاره السلبية التي طالت كل أشكال الحياة في البر والبحر الإنسان الحيوان والنبات إماناً من الدولة المصرية بمحورية هذه القضية وفي إطار جهودها أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في كل محافظات الجمهورية بوصفها مبادرة رائدة وغير مسبوقة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتفاعل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية وتنفيذ التحول الرقمي تهدف المبادرة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 20-50 وذلك مع التنسيق والشراكات لنشر الوعي المجتمعي بشأن تحديات التغيرات المناخية وتمكين الفئات المختلفة في المجتمع لتكون جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية لاستخدام الحلول والتقنيات المبتكرة أترك حضراتكم الآن مع فيلم عن المبادرة بعنوان حلول مصرية لمستقبل مستدامة وجه تحدي جديد الاحتباس الحراري التصحر ارتفاع مستوى سطح البحر نقص الموارد وخصوصاً المياه وغيرها من التحديات اللي بتهدد الإنسانية نتيجة تغير المناخ لكن بتفضل الأفكار المبتكرة والحلول الزكية فرصة حقيقية لحياة أفضل ومصر هي دايماً أرض الفرص علشان كده أطلقت استراتيجيتها لتنمية المستدامة رؤية مصر 20-30 كأساس مهم لتحسين جودة حياة المواطن وخلق تنمية شملة ومستدامة وكملت مصر خطواتها تجاه الحفاظ على حوال الأجيال القادمة بإطلاقها لستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 20-50 والنهاردة مصر بتستعد لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ومن هنا جات الفكرة لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من قلب كل محافظة مصرية كفرصة غير مسبوقة بتقدم حلول مصرية مبتكرة للتحديات البيئية وبترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل محافظات الجمهورية كخطوة على طريق للوصول لمستقبل مستدام الهدف من المبادرة مش بس تشجيع المشروعات الوطنية على استخدام الحلول الخضراء والذكية لكن كمان نشر الوعي المجتمعي بتحديات تغيب المناخ ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها ده غير إشراك كل فئة المجتمع والثثمار في العنصر البشري بالإضافة لدعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع كل الفاعلين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بالإضافة للمنظمات الإقليمية والدولية والضمان تحقيق أهداف المبادرة على جميع المستويات تم تأسيم المشروعات المستهدفة لست فئات وبتشمل المشروعات الكبيرة المشروعات المتوسطة المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بمبادرات حياة كريمة مشروعات الشركات النشأة المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهدفة للربح ولأن مصر مليانة بالكنوز البشرية والعقول المبدعة في كل المجالات بلاغ إجمال المشروعات التي تقدمت للمبادرة من خلال موقعها الإلكتروني أكتر من 6000 مشروع موزعة على 6 فئات من 27 محافظة علشان تبدأ عمليات اختيار أفضل 6 مشروعات خضراء دكية المؤهلة في المحافظات من خلال لجان تنفيذية داخل المحافظات على عدة مستويات لضمان الحوكمة بالإضافة لتحديد المشروع اللي حيكون سفير لكل محافظة وتكون مهمة اللجنة الوطنية بعدها اختيار وتقييم أفضل المشروعات في الفئات المستهدفة بمشاركة بعض منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية طبقاً لعدد من المعايير تم وضعها من خبراء متخصصين وبتشمل المعايير مراعاة المشروع للمكون الأخضر ومعايير للسدامة بالإضافة لمعيار المكون التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أما المعيار الثالث فهو قابلية المشروع للتكرار أو التوسع وأخيراً أثر الممتد على المجتمع أما فئة مشروعات المرأة بتخضع لمعيار إضافي وهو التنكين وبالفعل ومن بين 162 مشروع تأهله للمرحلة النهائية أعلنت لجنة التحكيم عن 18 مشروع الفائزين على مستوى الجمهورية علشان يمثلوا مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 كفرصة جديدة لتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللزمة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر ودي مش النهاية دي مجرد خطوة في طريق الألف ميل ومهما كانت التحديات هتفضل المبادرة البطنية لمشروعات الخضراء الذكية تجربة ملهمة ومبتكرة من قلب مصر لكل العالم بتأكد أن تعاوننا مع بعض لحماية كوكبنا هو سبيلنا الوحيد لحياة أفضل والحد ما يتحقق الحلم هتفضل مصر زي مكانة أرض الفرص وهتفضل المبادرة مستمرة في تحقيق هدفها حلول مصريات لمستأبل مستدام طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجربة ملهمة ومبتكرة وغير مسبوقة من قلب مصر إلى كل العالم مبادرة تؤكد أن تعاوننا هو سبيلنا الوحيد والأوحد لحياة أفضل عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يحدثنا الآن سيادة السفير هشام بدر المنصق العام المبادرة ورئيس اللجنة الوطنية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم دولة الرئيسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معي الوزير الدكتور هالة السعيد وزيرة التغطية والتنمية الاقتصادية معي الوزير الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي معي الوزير هشام أمنى وزير التنمية المحلية الدكتور محمود محيد دين رائد المناخ بالرئاسة المصرية ورئيس لجنة التحكيم الدكتور ميا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة السيدة الوزراء والمحافظون السيدة إلينا بينوفا ممثلة المقيمة الأمم المتحدة في مصر الحضور الكرام، في بداية أسمح لي أن أتوجه بخالص الشكر لدولة معالي رئيس الوزراء لتكليفي بأن أكون المنصق عام لهذه المبادرة وأشكر معالي الوزيرة الدكتور هالة السعيد وزير التقطير والتنمية الاقتصادية على دعمها ومتابعتها اليومية وتوجهاتها المستمرة للمبادرة مما كان له أثر بالغ في إنجاز هذه المهمة في وقت قصير منذ أن صدر القرار بالإطار التنظيمي لها كما أقص بالشكر الدكتور محمود محيددين رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم على طرح هذه الفكرة الرائعة غير المسبوقة عالمياً والتي أحدثت حراقاً مجتمعياً بين المحافظات واستعراض أفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية لمشكلة تغيير المناخ وأشكر السادة المحافظين على التعاون والتنصيق والمتابعة منذ إطلاق المبادرة وحتى التقديم على المنصة الإلكترونية واختيار المشروعات وفي النهاية أتقدم بالشكر لفريق عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والزكية وجميع الشرقاء على الجهد العظيم وأخص بالشكر الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لزرعة التقطير والتنمية الاقتصادية الشريكي وصديقي في هذه المبادرة وأسمع لي أن أقدم لسياداتكم البرزنتيشن العرض الخاص بهذه المبادرة أطلقت المبادرة وتحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عفتاح السيسي وتتنفذ تحت الإشراف المباشر لمعاي الوزيرة الدكتور هالة السعيد وتضمن القرار الصادر من دولة رئيس مجل الزراع دكتور مصطفى مدبولي على ثلاث لجان لجنة وطنية للتحكيم برئاسة دكتور محمود وحيد الدين لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة كل محافظ وبالتنصيق والإشراف مع معاي الوزير التنمية المحنية ولجنة التنظيمية الوطنية كما شفنا في الفيلم أن هناك ست مشروعات فئات مشروعات كبيرة متوسطة صغيرة ناشئة هي الستارتابس والمرأة مشروعات غير هادفة للربح وبفضلا عن ذلك وإحنا طبعا شفتوهم في المعرض النهاردة 162 مشروع عدت تقدم بالشكر لهم وأبرك لهم على هذا الجهد الكبير في المساهمة في هذه المسابقة فضلا عن ذلك قام كل محافظ باختيار مشروع سفير ليكون نموذج ناجح يمثل المحافظة ويعكس أولويات المحافظة ويكون نواة مستقبلية للتنمية المستدامة والحلول في هذه المحافظة نحو تغيير المناخ أهمية المبادرة هذه حسبها لمعاي الوزير الدكتور هالة السعيد والدكتور محمود محيددين أكثر مني طبعا عشان كانت هذه مبادرة غير مسبوقة وجديدة فكان من الهام يحصل ثلاث حاجات أولا نحدد معايير واضحة جدا ثم نأهل وتدريب اللجان التنفيذية في كل محافظة في المحافظات وتلاتة وضع مصطرة موحدة للتقييم فضلا عن خطة إعلامية وتوعية إعلامية وقمنا بها عن مستقبل وطني وكل محافظ أشكره أنه قام بالحملة الإعلامية سواء على الفيسبوك أو في الوسائل الإعلامة المختلفة أول نقطة طبعا هو تعريف أو تحديد المعايير كانت الناس بتسأل يعنيه أخضر يعنيه زكي ففيه تعريف واضح للمكون الأخضر وهو مكتوب على الشاشة استخدام الطاقة يكون الطاقة متجددة نظيفة الإنبعاثات والتلوث المخلفات كل مشروع قد إيه بيأخذ سكورينج ونمر على هذا المكون التكنوية يعنيه زكي مجرد حاجة تكنولوجية يستخدم إن شاء الله يكون أبليكيشن على المحمول إن شاء الله حاجة على الإنترنت لما يكون المشروع خاص بالمرأة يبقى العنصر التقييم التمكين وتكافي الفرص نسبة السيدات المشاركة في المشروع واستهداف تمكين المرأة القابلية للتقرار هذا المشروع يمكن أن يتوسع أو يكون هناك استدامة ويتحطر في محافظات أخرى أو حتى عالمياً والأثر التنموي على المجتمع على الإمباكت فطبعاً نحن عدينا هذه المرحلة فممكن من السلايد الوراها طبعاً النقطة الثانية كانت مرحلة التأهيل والتدريب مبادرة جديدة وفيها منحة تعليمي عالي فكان من الضروري أن نعمل جلسات تدريبية فعملنا خمس جلسات تدريبية أربعة منهم فيرتشول واحدة عملناها في القاهرة وجمعنا 250 من لجان التنفيذية في كل المحافظات لكي تدريب بالمفهوم والتقييم وكل هذا فالحمد لله مرت على خير وكان طبعاً معاً الوزيرة أمرت نحن نطلق المبادرة وفتح الباب في 21 أغسطس وكان مفروض نقفل الباب 7 سبتمبر لكن لما كان فيه إقبال شديد جداً 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 وطلقينا فمعاً الوزيرة الدكتور هيا سعيد قالت لا نحن نفضل فتحين الباب نمده لفترة حتى 18 سبتمبر وتم عقد اجتماع مع الوزيرة والوزراء والمحافظين لمتابعة الموقف دول زي ما شفنا في الفيلم ال 6281 مشروع والتوزيعات بتاعتهم طبعاً كان أكبر خانة فيها مشروعات غير هدفة الربح ومشروعات متوسطة ثم مشروعات المرأة كما هو موضح أمامنا الآلية التقييم كان مفروض أننا نجد مصطرة موحدة لكي يكون هناك اتصاق من كل المحافظات ليس كل لجنة تقيم كما ترى وبالتالي لتقليل كمية نزود الموضوعية ونزود الحيادية في عملنا المصطرة التي فيها 21 معيار فيها معايير رئيسية ومعايير فرعية كما هو موضح يعني في الموضوع الأخضر يأخذ سكورينج الوراها هذا التكنولوجيا والتطبيقات هذا كل التقييم لما يكون المشروع خاص بالمرأة يجب أن يكون هناك تقييم خاص لأداءة يدخل السيدات يمكنهم الوراها قابلية للتقرار أيضاً معايير فرعية والأثر والإمباكت على المجتمع والممتد طبعاً أشكر المحافظين لأنه تمت عملية من 20 إلى 28 سبتمبر كل اللجان في كل المحافظات تمت كان تأخذ مشاريع 1000 مشروع 500 مشروع تقيمها وتأتينا النتائج وفعلاً أدتنا النتائج التي هي 162 التي يوجدها وراءها هذا سلايد مهم لأن هذا يبين ما هي القطاعات يعني إذا أخذنا 162 مشروع وفي أنه مجالات أكبر قطاع أو أكبر مجال كانت تدوير المخلفات 46 وعندما فيه الطاقة 28 التلوش التكيف مع التغيرات التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات ودول مشروعات السفير التي تحت معظم الاختيارات من المحافظين كانت السفير بيكون مشروعات كبيرة المحافظين بعد ذلك طبعا المحافظين والمحافظات في مجموعات مختلفة أعلنت في مؤتمرات صحفية عن الفائزين على مستوى المحافظين وهي التواريخ بتاعتهم وهي كان هدفها وليس بس التكريم ولكن حملة إعلامية والتوعوية بهذه المبادرة الهمة ثم انتقلنا إلى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود وحيد وفيها الأعضاء قرهم دولة رئيس مجلس الوزراء زائد عن كده الحمد لله قدلنا نحظة بمشاركة معظم منظمات الأمة المتحدة ومؤسسات مختلفة مثل برنامج الإجزاء العالمي والفاو والبنك الأوروبي والنهاية الأوم متحدد المرأة والنهابي 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 والإفاد وأيضا المستلسات المصرية ومؤسسات الصناعات ومؤسسات الغرف وزارة التقطيط والتلميع الاقتصادية المركز الأول الذي سنكرمه سيأخذ 750 ألف جنيه نقضا والتاني 500 ألف جنيه والمركز الثالث 250 ألف جنيه وفودافون تساهم بمبلغ مليون جنيه الفائزين بفاقة المرأة فضلا عن تقديم نظامات الأمم المتحدة للمشروعات في صورة بناء القدرات ودعم فني أو نقدي طبقا للاقتصاص نظامات الأمم المتحدة تأخذ المشروعات الثامن 18 كلهم في مجاله وتبدأ تعمل عليه تقوي تشوف تقدر تشبكوا ببارتنرز أو مشاب أحب أشكر التقدير طبعا الشراكة التي عملناها مع الأمم المتحدة وعلى رأسها الـ UNDP والبنك الأوروبي والمنظمات الأخرى وأشكر أيضا الداعمون لهذه المبادرة وعلى رأسهم شركة فودافون وبنك مصر وإي فاينانس وبنك التنمية الصادرات وبنك الاستثمار عربي وإي فاينانس وبنك مصر إيران ومؤسسة الألفي وشركة إنجيج أعتقد في تقييمنا من أهم السلايد كسبنا أي دلوقتي دول في تقدير المكتسبات العشر الرئيسية من المبادرة حتى الآن سيبقى فيه مكتسبات تانية توطين أهداف التنمية المستدامة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية الأول مصر أول حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني إيجاد فرص استثمارية وقالية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية بناء كدرات الكوادر بالمحافظات الشراكة الذكية هنا الشراكة بين المحلية والوطنية والدولية عبقرية المبادرة تأخذ من المحليات ثم في الإمارات أو بعدها رسم خريطة للمشروعات الخضرية الزكية على مستوى المحافظات المابين يكون لدينا الأول مرة في مصر تطبيق التكنولوجيا الزكية والتحول الرقمي تمكين العديد من القطاعات من المبادرة خاصة قطاع المرأة طبعا دينالو حيس كبير في دوق توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني المبادرة معمولة أصلاً للمجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومة ممكن تقدم المشروعات من خلال قنوات أخرى لكن المبادرة مخصصة للمحليات ومن الواقع المجتمع المصري وأخيراً تعظيم العاد من الشركات مع المحافظات رفع الوعي خاص بتغييرات المناخ أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته شكراً معالي السفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة ورئيس اللجنة الوطنية الآن مع كلمات المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا فانوفا فالتفضل أمم المتحدة المترجم للقناة 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 ما هي وممس المتغرف ، نظر بأن يجرح الإماراتات والكماسيات والآخرة وطانية العديدو. أعلمنا أننا نكون سريفا على هذه المنخفت. أعدمنا أن الدفعات ونحن الحبطة ، أميدو ، أمام المتغرفة وفوضة المتغرفة the Initiative. We also partnered with the Initiative to the work of the Selection Committee and also through technical advice and capacity building. We also partnered with the Initiative with the eye towards alignment with the Sustainable Development Goals and also SDG localization. Further, as the projects جديد الجميع الأقلية والمجتمعي الكنيسية إن أنا متعاك أن المحددين الملطقة البعض هم غير يتعانون للمشاكلال الافتالي في بمشاكل المتعالي والمجتمع تكتنية والتركيزية والمجتمع يشبك ciento إنه لطيفية المتعالي والدرسة المناصل من السلام في المتعالي المجتمع المترجم للقناة Let me quote the Deputy Secretary General of the United Nations who during her last visit to Cairo highlighted the importance of this initiative and said and here I quote We need to localize climate solutions and investments at the grassroot level within the holistic framework of the sustainable development goals. I am encouraged by the efforts made by Egypt in terms of the National Initiative for Green and Smart Projects at the Governor's Aids which aims to produce a localized investment map for Egypt. Climate resilient investments must become the new normal strengthening the delivery of the sustainable development goals. End of the quote. I thank you. شكراً للسيدة إلينا بانوفا المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر على هذه الكلمة والآن مع كلمات رئيس المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي فلتتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزيرات والوزراء المحافظين والسيدة المحافظ الحضور الكريم من كل محافظات محافظات مصر دكتور محمود محيد دين تحية كبيرة أسعد الله صباحكم السيدات والسادة الحضور الكريم إنه لفخر كبير أن أشهد بينكم اليوم فعاليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية تلك المبادرة المتميزة والرائدة في مجالات هامة وملحة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أثار تغير المناخ وتنفيذ التحول الرقمي ونحن على أعتاب استضافة مصر لقمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ وأسمح لي أن أستهل كلمتي بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء زكية وذلك تأكيداً على نحج الدولة المصرية في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية وإيماناً بأهمية الدور التي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المناخ وأتقدم بكل التحية والتقدير إلى الدكتور محمود محيددين على مبادرته المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء زكية على أرض الواقع وتخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الستة والإضافة معيار خاص بالتمكين وتكافؤ الفرص ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة وكل الشكر والتقدير أيضاً للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس في هذه المبادرة وفي جميع مجالات والملفات ذات الصلة وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية وخالص الشكر والتقدير للسيد السفير هشام بدر منصق المبادرة وفريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمه الدائم أيضاً للمجلس منذ إطلاق المبادرة السيدات والسادة لقد ارتكزت جهود المجلس القومي للمرأة منذ إطلاق المبادرة بصورة أساسية على التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ حيث عقد المجلس لقاءات بمقررات الفروع بالمحافظات مع مسؤول المبادرة بالدولة تلتها لقاءات مع مشرف المحافظات لتعريفهن بأهمية دور المرأة في مواجهة تغير المناخ وبالطرح الدولي لمصر حول هذا الملف والذي تم عرضه خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي عقدت في مارس الماضي وكان موضوعها الرئيسي هو قضية أثر تدعية تغير المناخ على المرأة وقد تدمن طرح مصر الدولي سبع ركائز أساسية تمثلت في العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حد التدعيات لتغير المناخي وتعزيز فعالية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مرحلة الحوكمة البيئية والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأثار والتدعية الصحية والاجتماعية والتدهور البيئي على المرأة وتعزيز التوعية والتغير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والتلبيئة والتغير المناخ وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي كما ارتكزت جمجهود المجلس القومي للمرأة على نشر الوعي بأهمية تحقيق الانتقال البيئي العادل وبقدرات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل المستدام للجميع وبتعميم هذه المعلومات بالمحافظات وأؤكد أن مقررات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية قد لعبن دوراً هاماً وفاعلاً في نشر الوعي بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ وبالمبادرة وشروطها ومعييرها لنقلال السيدات وتشجيعهن على المشارقة والتنافس لتقديم مشروعات هامة خاصة بالمرأة المستوفية للشروط الأساسية بكونها خضراء وزكية وأسمحوا لي في هذا السياق بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة المحافظين والسيدة المحافظ على ما قدموه من دعم لمقررات فروع المجلس بمحافظات الجمهورية منذ إطلاق المبادرة كما أتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير المقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات على الجهودهن الاحترافية الكبيرة في التوعية بتلك القضية الهامة في خلال الفترة الماضية الحضور الكريم في سياق إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية أود الإشادة بالمشروعات التي تقدمت بها المرأة خلال هذه المبادرة سواء التي فازت أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز وبمستواها المتميز لأنه أثبتت مدى وعي المرأة بأساليب مواجهة تدعيات المناخ عبر حلول مبتكرة وخضراء وزكية لنبعث للعالم رسالة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بأن المرأة المصرية قادرة ومؤهلة وتعمل بالفعل على مواجهة هذه الأزمة بحلول مبتكرة منفذة بالعمل على أرض الواقع وإنها مشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كما أفخر بأن تكون مشروعات المرأة جزءاً من خريطة المشروعات الذكية على مستوى محافظات الجمهورية ويتم جزب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج وفي الختام أؤكد بالغ سعادتي لما لمسته من وعي المرأة المصرية وإهتمامها وحرصها على أن تكون عنصر فاعل ضمن جهود الدولة لمواجهة تدعيات تغير المناخ وهذا يؤكد أهمية إشراق المرأة باعتبرها محرك رئيسي لجميع مراحل الجهود المبذولة لمواجهة تلك القضية وأتمنى كل النجاح والتوفيق للمبادرة في الأعوام القادمة ودائماً حلول مصرية لمستقبل المستدام بإذن الله شكراً لدولة الرئيس شكراً لدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومية للمرأة والآن مع كلمة رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الدكتور محمود محيدين فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي معالي السادة الوزراء معالي السادة المحافظين معالي السيدة المحافظة محافظة الضمياط وكل السيدات والسادة المشاركين في هذا اللقاء وطبعاً معالي ممثل المؤسسات الدولية والسادة السفراء أيام بل ساعات وتبدأ قمة المناخ في شرم الشيخ في ظل أجواء عالمية تستدعي أن نتجاوب معها بحلول مبتكرة ولا نكتفي بالتوقف عندها باللوم أو بالتحصر على ما كان يجب أن يكون وأسعد أن هذه المبادرة المتميزة غير المسبوقة التي شاهدت من يومها الأول مساندة من دولة رئيس مجلس الزراء واللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لقمة شرم الشيخ وحظيت بتسكية من هذه اللجنة ومن دولة رئيس مجلس الزراء بالرعاية التي مكنتنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه من سيادة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه واحدة من ثلاثة أمور ومبادرات أحسبها سوف تميز هذه القمة المرتقبة والتي تتطلع إليها الأبصار عالميا هي القمة الأهم سنويا التي تعقد في ظل رعاية وتنظيم الأمم المتحدة للتعامل مع تحديات المناخ وارتباط هذه التحديات بالمشكلات التي نواجهها مشكلات الطاقة مشكلات الغذاء وأيضا الحصول على فرص استثمارية في ظل هذه التطورات هذه المبادرة كما قلت واحدة من ثلاثة ولم يسبقنا إليها أحد ونرجو الاستمرار فيها وسعدت سعادة بلغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثا سنويا ترعاه الحكومة المصرية المبادرة الأخرى المساندة لها ما يرتبط بإعداد قائمة للمشروعات ليست فقط من مصر ولكن على مستوى العالم من الأقاليم الاقتصادية الخمسة وهي مبادرة فريدة أيضا قامت بها القمة المصرية للمناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ وسوف نعرض أمثلة منها إن شاء الله في شرم الشيخ على سبيل الاسترشاد في مجالات الاستثمار في مجالات العمل المناخي المختلفة سواء في مجالات التخفيف أو مجالات التكيف أو مجالات المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية المبادرة الأخرى المدعمة لها هو هذا العمل الضخم الذي تقوم به الهيئة العلمية المصرية والجامعات ومراكز البحوث في مساندة العمل مستقبلا في التطوير والابتكار والبحث في المجالات المختلفة التي يتطلبها العمل المناخي فمنذ أيام قليلة وفي إطار الإعداد لهذه القمة كان هناك حديث مع الدكتورة الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر جوفلو والتي قالت وهي صاحبة مجال التطبيق كبير في مكافحة الفقر والتنمية أن ما نستطيع القيام به هو الاستعانة بالعلم وزيادة في التمويل وأيضا تغيير السلوك وأتصور أن هذه المبادرة التي تنضم إليها كافة الجامعات المصرية ومعاهد البحوث سوف تعنى في المستقبل وأشكر كل الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي في مصر على مسانداتها لهذه المبادرة الهمة لانتقاء المشروعات الخضراء والذكية على مستوى محافظات الجمهورية عندما عرضت هذه الفكرة لأول مرة على معالي وزير الخارجية استحسنها ولكن وجدها أمر كبير يستوجب رعاية وعناية دورة رئيس مجلس الوزراء يتذكر دورة رئيس مجلس الوزراء أننا عرضنا عليه هذا الأمر في شهر ومائل الماضي بعد تشاور مع عدد من أستاذ المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية الأسبق ساتل شعراوي ثم تلقف هذه الفكرة ودفعها دفعا كبيرا بالتعاون مع معالي وزيرة التخطيط سيد الواء هشام أمنى وأيضا كل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المتميز معها سيد السفير هشام بادر والسيد الوكيل الدائم الأستاذ خالد مصطفى وعدد كبير من الجنود الظاهرين وأيضا غير الظاهرين في العمل في كل الوزرات والمحافظات والمؤسسات الداعمة اعتبار المشروعات خضراء وذكية أمر صعب فمن الصعب أن يكون المشروع أخضر فقط فما بالك بأن يكون أخضر وذكي في ذات الوقت ولكن هذان هم العاملان المرتبطان بالتنمية المستدامة ومن خلالهما سوف يحدث تطور في الحركة الاقتصادية والاستثمار دون استدامة ودون تحول رقمي سوف يكون هناك صعوبة كبيرة في العمل وبهذا كان هناك تعاون كبير مع معالي وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعب معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتور رونينا المشاط وبطبيعة الحال مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وأشكر شكراً جزيلاً الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لأن كانت لديها مبادرة منفردة وجيدة ومتميزة ولكنها وافقت على أن تضم هذه المبادرة مع المبادرة القومية في إطار نموذجي للتعاون بين الجهات المختلفة فكلنا في النهاية نسعى لصالح هذا الوطن ونسعى إلى أن تتضافر الجهود المختلفة حتى نأتي بالمشروعات على الوجه الأكمل طبعاً هذه هي السنة الأولى وأعلم أن هناك من كان طواقاً لأن يكون من ضمن قائمة المشروعات الداخلة في هذا البرنامج وفي الجولات في المحافظات وفي اللقاءات المختلفة تأتي لنا التساؤلات لماذا لم تكن هناك فرصة أطول ولكن بهذا القرار الطيب من دولة رئيس مجلس الزراب أن يكون هذا العمل عملاً سنوياً ونحن بالمناسبة نبدأ أعمال الرئاسة المصرية منذ شرم الشيخ يعني هناك خطأ شائع بأن القمة والرئاسة تنتهي في الأعمال الموفقة إن شاء الله في شرم الشيخ ولكنها هي نقطة البداية على مدار العام القادم بما شئت الله لهذه المشروعات ولكن لدي سؤال أن رغم هذا الوقت الوجيز الذي خصص لهذه المبادرة في خلال أسابيع أي بلد تلك التي تسمح ظروفها بأن تستجيب لدعوة للمشاركة بفئات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية السبع وعشرين إلا إذا كانت تتمتع بالقدرة على المنافسة وتتمتع بالاستقرار وتتمتع أيضا بالقدرة على التجاوب مع مبادرات عملية تسعى لأن تعطي المجال لمزيد من الاستثمارات والتوسع في خلال أيام من المبادرة جاءتنا ما يقترب من هذه الأعداد 688 من المشروعات الكبيرة أكثر من 1200 من المشروعات المتوسطة 890 تقريبا من المشروعات المحلية الصغيرة المرتبطة بحياة كريمة 655 من المشروعات للشركات الناشئة 1789 من المشروعات غير الهدفة للربح وأكثر من 1040 مشروع تحديدا 1045 مشروع من المشروعات التي تتولاها المرأة بالإدارة أو الملكية أو بالتطوير هناك قاعدة أنه رغم المشاغل المختلفة هذه القاعدة أرساها شاعر النيل حافظ إبراهيم منذ أكثر من 100 عام في الاقتصاد حياتنا وبقاؤنا رغم المكابر تربو به فينا المصانع والمزارع والمتاجر قالها حافظ إبراهيم من أكثر من قرن وطالع دورة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين نموذج بسيط لمشروعات عرضت وتعرض ومعنا على مدار اليوم لمثل هذه النمازج في الخدمات وفي المصانع وفي المزارع مستقبلا ما الذي أتوقعه لهذه المبادرة السيد السفير هشام بدر تحدث عن المستفادات العشرة ولكن تحديدا فكرة توطين التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 هذه ترجمة عملية لها ونحن نعمل في إطار ما تم الإعلان عنه ويرعاه في خامة رئيس الجمهورية هذه الأهداف للتنمية المستدامة هي أهداف عملية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الدولة المصرية على مستوى المشروعات رسالة من مسؤول عن الاستثمار ودوامت على العمل في مجال الاستثمار والتمويل هناك فرص كبرى أمام هذه المشروعات التي فازت وتلك المشروعات التي تقدمت بالتعاون مع اتحاد الصناعات اتحاد البنوك مع البرصة المصرية مع شركات التأمين مع المؤسسات المالية الدولية وأيضا مؤسسات التنمية الدولية أن تعرض هذه المشروعات عليهم لمزيد من التمويل والتطوير والخروج أيضا بهذه المشروعات لمجالات أفسح للتصدير والتعاون مع شركاء أكبر على مستوى المحافظات لدينا 27 محرك في هذه الدولة نعلم أن هناك بعض المحركات أكثر قدرة من غيرها بحكم التاريخ وبحكم الموقع ولكن هذه المنافسة التي وجدناها اليوم كل محافظة استطاعت أن تؤكد نحن هنا لدينا فرص كبرى للإستثمار والتطوير والتنمية وبما يدعو إليه دولة رئيس مجلس وزراء والسادة الوزراء لأن تكون هناك خريطة للإستثمار على المحافظات هذه الطريقة المثلة لعمل خريطة استثمارية ديناميكية تحدث بشكل مستمر من الواقع وليس على سبيل الإجتهادات النظرية عن بعد ولو أحسن حتى في اختيار المستشارين فلا يوجد هناك أفضل من الاستثمار من على أرض الواقع بالنسبة لك الدولة المصرية وكنا على مدار أيام مع فخامة رئيس الجمهورية هذه فرصة كبرى لزيادة الناتج المحلي والاستثمار والتصدير والمشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضاً مع هذه العقول المصرية الفذة في الجامعات المصرية من أجل مزيد من التطوير والابتكار ونعلم أن هناك عمل جاد لأن تتحول هذه المبادرة في شكل مؤسسي ونتطلع لمساندة معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين معنا في أن نسرع بهذا الأمر وقد وعدتنا خيراً وإن شاء الله سوف نقوم بالإعلان عن ذلك أثناء أعمال قمة المناخ أما البعد الأخير في إطار عمل الدولي لم تكن هناك فرصة وترحت هذه الفكرة على إحدى المؤسسات الدولية إلا وتلقفتها بقدر عالي من الترحيل وهناك مبادرة مهمة تقوم عليها اليون هابيتات وأيضاً البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة تحدثنا في شأنها مع السيدة إلينا بنوفا وهذا التقدير المبكر من الأمم المتحدة سوف يجعلنا بمشيئة الله أن ننقل هذه المبادرة العملية إلى العالمية فمن عادة مصر ومن قدراتها ومن قدرها أيضاً أن خيرها دائماً تتشارك فيه مع غيرها عند هذا نحن في كل تقدير وكل سعادة بهذه الاستجابة وهي مبادرة لها ما بعدها من كل خير وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وجعلها واحدة من أهم المساهمات في القمة المرتقبة أشكركم شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لدكتور محمود محيدين رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الآن أترك حضراتكم مع فيلم قصير عن أهمية المبادرة وأراء لجنة التحكيم الوطنية وكذلك ممثلي الأمم المتحدة والمؤسسات المصرية والدولية المختلفة الذين شاركوا في لجنة التحكيم التوعية اللي حصلت للدخول وتقديم على المسابقة كان عالي جداً لقينا تواصل ولقينا دخم ولقينا أسئلة كتير في كل المحافظات مع كل الفروع فإذا كانت المسابقة تطلع بنتائج وفي ناس كسبت ولكن أعتقد أن المجتمع كله كسب في التوعية وخاصة المرأة كان دورها مهمة جداً جداً للتقدم بمشروعات وأيضاً في التوعية على الأرض إحنا فروع المجلس القومي للمرأة في 27 محافظة عملت ندوات كثيرة للتوعية على قضية المرأة وتغير المناخ بصفة عامة وبدأت الفروع تشجع السيدات بالتقدم للمشروعات في الحقيقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكاية مبادرة فريدة وغير مسبوكة عالمياً وأخذت إشادة من الأمم المتحدة والنظامات الدولية والنظامات التمويلية الدولية وهي مبادرة بتقوم على أساس أن نجمع المشروعات من جميع المحليات في مصر ومشاركة الجميع في تقديم مشروعاته وبالتالي يكون للجميع مساهمة في التغيير ومعالجة مشاكل التغيير المناخي بشكل مباشر كل مشروع اللي بتقدم من دول النواة لفرصة استثمارية وبالتالي لو بصينا على المكتسبات أو الأهداف العشرة اللي تم تحقيقها من هذه المبادرة الفريدة كما لقيا لي أولاً توطين التنمية المستدامة في خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة للمناخ 2050 وبالتالي المبادرة بتحدد بشكل مباشر إلى توطين التنمية المستدامة أول دولة في العالم تاخد الخطوة بمبادرة بهذا الشكل بهذا التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام بشراكاء على المستوى المحلي من جميع المحافظات بتمثيل السادة المحافظين فأعتقد أن هذه المبادرة ما حدش عملها بالشكل الكامل الشامل ده قبل كده في العالم التقديم كان عبر منصة إلكترونية للمبادرة الوزارات والمحافظات قامت بتعميم المبادرة وبنشر الوعي عن أهميتها كلهم في حفظته أو خلال الوزارة بتاعته وبالتالي تم تلقي المشروعات التي تم استلامها لهم 6222 عن طريق البورتال بعد ما قامت الوزارات والمحافظات بدورها في نشر الوعي عن أهمية المبادرة الحياة المبادرة هي فريدة من نوعها مقارنة بمختلف دول العالم اللي استضافت كوب قبل كده واللي تعاملت مع تغيرات المناخ قبل كده فإنها بتحشد كل طواقف المجتمع وكل الناشطين والمهتمين بمجال التنمية ومجال مواجهة تغيرات المناخ بتحشدهم في إطار مجمع ومتعاون ومتكامل وهذه المبادرة اللي جاءت كتحضير للكوب 27 بتأكد أنه في فرص كتيرة لمصر أنها مش بس أنها تواجه قضية تغيرات المناخ ولكن أنها أيضا تعطي نماذج لدول أخرى عن كيفية التعامل مع قضية تغيرات المناخ في الموضوعات المختلفة سواء كنا بنتكلم على زراعة، مية، طاقة مشروعات شركات ناشئة، مرأة، شباب فبقرأ أن هذه المبادرة جسدت المفهوم الخاص بحماية البيئة وربطه بكل القضايا الأخرى وده اللي كان واضح جدا في أكتر من 6200 مشروع جاءوا لهذه المبادرة أي نعم إحلى في النهاية كان لازم نختار عدد قليل جدا ليفوزوا لكن الحقيقة أن عدد كبير منهم يستحق الفوز ومجرد أنهم يكونوا جزء من الست مشروعات التي طلعت من كل محافظة وده بيؤكد أن محافظاتنا عندها القدرة على التعامل مع القضايا البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية وتحقيق المعادلة الصعبة وهي التنمية المستدامة في الظل تعامل جيد مع مشكلة طغيرات المناخية سواء كنا بنتكلم على عدالة مناخية أو بنتكلم على التخفيف والتكيف مع الطغيرات المناخية التي تحدثت المبادرة الخاصة باختيار المشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات مصر تعد من أهم المبادرات التي سوف يكون لها أثر يتجاوز مجرد المشاركة في القمة القادمة هذه المبادرة أيضا بترتكز على أهم أمرين سوف يشكلوا المستقبل كما نراهم الآن الأمر الأول ما يرتبط بالاستدامة وهذا البعد الأخضر في اختيار المشروعات والأمر الثاني ما يرتبط بالذكاء بمعنى ما ننشده من كل مشروع من المشروعات أن يكون متوافقا في عمله وأولوياته مع التحول الرقمي والتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في مراحل عمل المشروع المختلفة من خلال هذه المبادرة بنقدم نموذج قابل للتكرار وده هيبقى واحد من المهام الكبيرة وإحنا بنتكلم على أكبر مؤتمر عالمي من نوعه في شرم الشيخ هيبقى واحدة من الأمور أننا لا نحتفي فقط بالشركات والمشروعات الفائزة على مستوى الوطني أو على مستوى المحافظات ولكن بننقل التجربة المصرية في كيفية امتلاك زمام هذه القمة العالمية وتوطنها محليا في المستقبل إن شاء الله نعلم أن تحت رعاية رئيس الجمهورية في مصر وبقرار صدر تنفيذي لهذا من جانب دولة رئيس مجلس الزراء هذه المبادرة سوف تتكرر سنويا المبادرة دي قدرت أنها تحرك فكر عدد كبير جداً من الشباب في مصر في مختلف المحافظات المصرية طلع منها عدد كبير جداً من الأفكار اللي تم مناقشتها وبلورتها في شكل مشاريع ترجمة الأفكار دي في شكل مشاريع قابلة للاستثمار بالنسبة لنا مهم جداً فالتركيز على الاستثمار في المشاريع اللي ليها محاول رئيسية في الاقتصاد الأخضر والمشاريع الزكية وتمكين المرأة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية جاية في وقت مهم جداً وإحنا كهيئة الأمم المتحدة للمرأة سعاداء بوجود مشروعات خاصة للمرأة وده بيؤكد على اهتمام مصر والتزام القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة على كافة الأصعادة وفي كافة المجالات المبادرة سعادة شباب كثير أنهم يقدموا الابتقرات بتاعتهم بتشجع من دور المحافظات والمجتمع وبالذات كمان الشباب عن طريق بقى فيه تمكين للحلول والابتقرات إحنا كشباب بنعملها لقضية غير مناك عشان إحنا أكتر فئة عمرية بتتأثر بالقضية ذي بتحل مشكلات المجتمعية من ضمن الحاجات المهمة جدا في القب إن احنا محتاجين نشوف إيه الاحتياجات على المستوى المحلي ودي حاجة ما حصلتش بالشكل ده في أي دولة أخرى فإحنا شايفين إن فيه بضرة وعيدة جدا محتاجين لنا استفيد منها ونشوف إزاي نقدر نكرارها في دولة أخرى بإذن الله سعادة النهاردة إحنا شايفين إزاي من خلال المسابقة دي متعرف على مشروعات بتدعم مش بس الأثر الاقتصادي للصناع ولكن كذلك أثرها البيئية والمجتمعية من خلال خلال فرص عمل من خلال الحد من الانبعثات من خلال الحد من المخلفات بنخدنا المفاهيم الخاصة بالاقتصاد الدوار المفاهيم الخاصة بكفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي بمقتلب أنواحها سواء مياه أو طاقة أو غيرها من الموارد الطبيعية اللي ممكن نستخدمها في القطاع الصناعي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت كل الحرص على أن تشارك كل محافظات الجمهورية بمختلف الفئات الست كل محافظة بمقومتها وأيضاً تحدياتها الآن مع كلمات معالي وزيرة المياه المحلية السيد الواء هشام أمنى فليتفضل معاليه بسم الله الرحمن الرحيم دولة السيد رئيس مجلس الوزراء معالي السادة الوزراء السادة المحافظون السيدات والسادة الحضور بدايةً اسمح لي أن أعبر عن بالغ سعادتي لمشاركتي اليوم في المؤتمر الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية والتي يرعاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف دولة السيد رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع السيدة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وسيد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية للأمم المتحدة للتغير المناخي خاصة أن هذا المؤتمر المهم يتزامن مع الاقتراب من انطلاق فعاليات قمة المناخ العالمية التي تصديفها مصر كما أتوجه بالشكر للسيدة المحافظون والسيد السفير هشام بدر منصق المبادرة وآليات الإدارة المحلية على الجهد الذي بزلوه في إعداد ومراجعة وتقييم المشروعات وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال على مستوى كل محافظة للتخدم بمقترحاتهم ومشروعاتهم للمبادرة كما أشكر معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الوزراء على تعاونهم وجهدهم خلال الفترة الماضية في تقديم الدعم والعمل التنسيقي المشترك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإنجاز المبادرة في وقت قياس السيدات والسادة إن المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الزكية دليل على جدية توجه الدولة المصرية على تبني نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة والتزمها بالتعامل مع قضايا التغيرات المناخية في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والإسهام الفاعل في الجهود الدولية من خلال مبادرات تحقق أهداف أجندة المناخ العالمية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 وكجزء من جهود الدولة وتكلفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة فإن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولي قضية تغير مناخ أولوية قصوى في كافة استثمارتها وبرامجها وآليات عملها فلقات شرفة وزارة التنمية المحلية بمتابعة جميع الجهود التي تمت على المستوى المحلي منذ بداية المبادرة والتي أصفرت عن تقدم أجمال 6281 مشروع على المستوى الوطني مروراً باختيار أفضل ثلاثة مشروعات من كل فئة على المستوى الوطن من خلال لجنة التحكيم الوطنية لنصل اليوم إلى 18 مشروع نموزاجي على مستوى الجمهورية وأسمح لي في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر للسادة المحافظين على جهودهم الدقوبة والمتابعة والمتابعة المستمرة منذ بداية المبادرة من خلال 9 لجان تنفيذية عينت من الوزارة لاختيار المشروعات بشكل موضوعي وفق المعايير بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني ولسيام الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة وعقد المؤتمرات الإقليمية على مستوى المحافظات لتكريم أفضل 6 مشروعات من كل محافظة بواقع مشروع واحد من كل فئة واختيار مشروع سفير لكل محافظة السيدات والسادة الحضور وأن هذه المبادرة غير مسبوقة في مجال التنمية المستدامة والزكية وتعد المبادرة تجربة ملهمة تؤكد على أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دوراً رائداً في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا والابتقار والاتصدي لتغير المناخ فضلاً عن الاستفادة من قدرات وطاقات المرأة المصرية والشباب ورواد الأعمال الجدد وقد اتسمت المبادرة بقدرتها على تعبئة الجهود لاختيار مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعز السمود ومرونة الاقتصاد المصري ويدعم توجهه نحو تقليل الإنبعاسات والتحول الأخضر كما أن آلية تنفيذ المبادرة من خلال تعزيز التنافسية بين المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية وزيادة إشراك القطاع الخاص والمرأة كل ذلك ساهم في رفع الوعي البيئي كما ساهمت في وضع تصور لقراءة المشروعات الخضراء والزكية لربطها بالفرص الاستثمارية وإذن أهنئ السادة القائمين على المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية وأهنئ بالقدر نفسه جميع المتقدمين على أفكارهم القيمة لمشروعات التنمية الصديقة للبيئة فإنني أؤكد على عزم وزارة التنمية المحلية والمحافظات تقديم كل الدعم لهذه المشروعات لتصبح واقع ملموس بوصف هذه المشروعات نقطة انطلاق حقيقية للعمل التنموي والمناخي في مصر ودليل على أهمية دور الإدارة المحلية في التخفيف من أثار تغير المناخ وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ختام كلمتي وأكد أن وزارة التنمية المحلية تدرك أن مؤتمر الأطراف للمناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي وإذن تعهد بأن نعمل معاً كسب على المستوى المحلي لاستكمال جهود توطين الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي واستكمال نصاري التنموي من خلال وضع تغير المناخ في أولويات الجهود التي تستهدف الحفاظ على الأمن الغزائي والاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية على أرض الواقع بشكل يضمن تحسين جودة حياة المواطنين كما نعت سيادتكم أن تكون الوزارة والمحافظات عند مستوى المسئولية لإنجاح كل المبادرات التي تساعد على تخطي أزمة التغير المناخي تبقى لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف دولة السيد رئيس الوزراء حافظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله شكراً سيادة ألواء هشام أمنى وزيرة تنمية المحلية على هذه الكلمة والآن ننتقل إلى كلمات معالي وزيرة التعاون الدولية دكتورة رانيا المشاط فلتتفضل معاليها بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولي معاي الوزراء السادة المحافظين السفراء ممثل المؤسسات الدولية والسادة والسيدات الحضور الكرام إنه من دواعي سروري أن أتوجد معكم اليوم في فعليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ويتم تنفيذها بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الدكية وجاذب الاستثمارات اللازمة لها مما يؤكد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ويعكس الجهود والأنشطة والمبادرات الخضراء التي تم إطلاقها في دوق رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ تعزيزاً للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية وانطلاقاً من العلاقة الوطيضة بين مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية قامت وزارة التعاون الدولي بتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية متعديل الأطراف والثنائيين وبالتنصيق مع الجهات الوطنية المختلفة على صعيد عدد من المحاور التي تدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل التحول للإقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة السيدات والسادة تأتي هذه المبادرة كتتويج للمساعي المصرية بشأن أزمة التغير المناخي إذ تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من الإنبعاثات الكربونية واستكمالاً لجهود الوطنية نحو تحفيز المشروعات الخضراء الذكية وإماناً بأن التمويل الأخضر يحتاج إلى حلول مبتكرة أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارتين البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسابقة الدولية كرايماتك ران 2022 للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعيتها السلبية على جهود تحقيق التنمية وتعد هذه المسابقة الدولية هي الأكبر على مدار تاريخ مؤتمرات المناخ سواء من حيث عدد المشاركين أو الجوائز المخصصة للفائزين كما إنها مثال لشراكات البناء بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى من أجل فتح أفاق العمل المناخي للشركات الناشئة حيث يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص كشركة مايكروسوفت وجوجل ومؤسسات التمويل الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفري أجزنبانك فضلاً عن منظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأغذية العلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومسرعات الأعمال فالكستار وشبكة شباب رواد الأعمال وأفري لابز والجدير بالذكر أنه قد تقدم أكثر من رواد 22 متصابقاً في مصار رواد الأعمال والتكنولوجيين من 77 دولة بالإضافة إلى 166 متصابقاً في مصار الفن الرقمي من 52 دولة مختلفة وذلك على مستوى العالم من أفريقيا وأسيا وأوروبا والأمريكتين وسوف يعرض المتأهلون أفقارهم ويتنافسون في يوم الشباب في العاشر من نوفمبر في كوب 27 في شارم الشيخ على الجوائز المقدمة في المسابقة ويعقب ذلك برنامج تدريبياً متخصصاً يعمل على نشر التكنولوجيا تلك الشركات عبر البلاد وسيتم عقده بالقاهرة خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 15 نوفمبر بمشاركة من شركاء التنمية والشركات الرعية للمسابقة وسيتضمن البرنامج مموعة من ورش العمل والزيارات الثقافية ومحاضرات متخصصة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة البيئية وفي ضوء أهمية تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال الهام فإن وزارة التعاون الدولي يسعدها الإعلان عن تقديم البرنامج التدريبي المذكور كجائزة للشركات التكنولوجية النشئة الخضراء التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك للاستفادة من الممارسات الدولية وتشجيع الابتكار في العمل المناخي الحضور الكريم تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومسابقة كلايماتاك جران 2022 في إطار تكاملي غير مسبوقة على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف السابقة والتي تهدف إلى توضيين العمل المناخي بما يضمن استفادة كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب والمرأة وكذلك الوصول إلى سكان المدن والقرى من المشروعات الخضراء الأكثر ذكاءً والخروج بها إلى العالمية فإن الأفكار التي تنافذها الشركات تعكس أهمية الابتكار في دفع العمل المناخي وعليه فإن احتضان هذه الشركات في مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ التجمع الأهم في العالم في هذا التوقيت يطيح لها فرصة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلاد المختلفة فضلاً عن دعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ لدعم جهود التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز الدور الذي تقوم به مصر دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار وأخيراً نؤكد على حرص الجهات الوطنية على استمرارية هذه المبادرات بحيث لا تنتهي بمجرد عرضها في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الأسبوع المقبل بل سيكون المؤتمر نقطة انطلاق نحو استمرارية هذه المبادرات في السنوات المقبلة في إطار التزام الدولة المصرية بالعمل التنموي الصديق بالبيئة وفي النهاية فلا يسعني إلى أن أهنئ الفائزين وأتمنى التوفيق لهم ولكل من شارك في هذه المبادرة الإبداعية شكراً جزيلاً شكراً معالي وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط على هذه الكلمة السيدات والسادة الحضور الكرام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الدكية ليست مجرد إنجاز بمناسبة إنعقاد قمة المناخ في مصر بل إنها أحد الخطوات المهمة في طريق تحقيق رؤية مصر التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وعلى مدار الأشهر الماضية أشرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عدد من الفرق والمجموعات التي كانت مثل خلايا النحل ساعات طويلة من العمل إصرار وتخطيط للوصول للهدف هذا الهدف الذي نحتفل به اليوم متابعة دقيقة لخطوات التنفيذ في المبادرة يوماً بعد يوم حتى اكتمل العمل وتم إنجاز المهمة كلمة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد فلتتفضل معاليها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي السادة الوزراء أستاذ الدكتور محمود محيددين السادة المحافظون السادة ممثل المجالس النيابية السادة السفراء ممثل الموظمات والمؤسسات المحلية والدولية السيدات والسادة الحضور الكريم يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعاً اليوم في هذا الحدث المتميز حيث يجسد مسيرة من العمل الجاد انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية الذي وضع الإطار التنظيمي لهذه المبادرة والتي حضيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير المسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ وصولاً إلى لقائنا اليوم بإعلان المشروعات الفائزة في هذه المبادرة لذا يأتي مؤتمر اليوم تتويجاً لهذه المسيرة التي تحمل في طياتها رصيداً زاخراً للعمل الدقوب واصل من خلاله فريق عمل المبادرة الليل بالنهار ليكون خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل للبيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابةً أفريقيا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 سيدات والسادة الحضور الكريم عندما نتحدث عن مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فنحن نتحدث عن مبادرة تنموية تتفق مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي حددت ملامحها رؤية مصر 2030 ونذكر من أهم أهداف هذه المبادرة على سبيل المثال للحصر أولاً تسهم هذه المبادرة في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات الاستثمار وبجهات التمويل من الداخل والخارج فهذا الغرض يتصق تماماً مع توجه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل محافظة كل محافظة لديها مزايا نسبية ومزايا تنفسية معينة وبالتالي هذا الجهد جهد أهم جداً نحن نستفيد من كل المزايا النسبية ومزايا التنفسية التي ستتمتع بها كل محافظة ومصر الحقيقة لديها تنوع كبير على مستوى المحافظات فالاستفادة من هذه المزايا النسبية والتنفسية شيء مهم جداً على المستوى المحلي حقيقة سبق هذا الجهد أن احنا أصدرنا 27 تقرير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المحلية على مستوى المحافظات حقيقة جهد كبير جداً قاموا به وزارة التخطيط مع وزارة التنمية المحلية وكل الحقيقة المحافظات لوضع هذا التقرير ومتبقط هذا التقرير الخاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة مع السبعتاشر هدف بحيث أن احنا كل محافظة تعرف هي فين من أهداف التنمية المستدامة وبالتالي ده جهد كبير جداً وان شاء الله العام القادم يشهد وجود أربع أو خمس محافظات تستطيع أنها تعرض تقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات في سابقة حقيقة هتبقى الأولى على مستوى الدول العربية نحن يبقى عندنا عدد من المحافظات بتعرض تقارير وطنية طوعية محلية على المستوى الدول النقطة الثانية وهي تؤكد المبادرة جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ وقضايا التحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لذلك حرست المبادرة على فتح المجال للمشروعات في المجالات والفئات المختلفة لتحقق أكبر قدر من المشاركة والشمول في ضوء ما تضمنته هذه المبادرة من فئات للمشروعات الكبيرة، فئات للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم خصوصاً تلك المشروعات المرتبطة بحياة كريمة والشركات الناشئة وأيضاً المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وأخيراً المشروعات المرتبطة بالمرأة وبنشكر دكتورة مايا مرسي لتضمنها الحقيقة المشروع أو المسابقة التي كانت أطلقتها قبل كده داخل هذه المسابقة تأكيداً للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولا سيامة في قضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي النقطة الثالثة والهمة جداً إنه ندرك تماماً وتدرك الدولة المصرية إنه لا تنمية بدون مشاركة ولا مشاركة بدون وعي لدى المواطن الذي يعد العامل الفاعل الرئيسي في جهود التنمية وغايتها المنشودة تعزز هذه المبادرة ما تصب إليه الدولة المصرية برفع مستوى وعي المواطن المصري بقضية وظاهرة تغير المناخ وتحدياتها وقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في كل المحافظات ولأن المواطن المصري هو شريك واعي مع وطنه في مواجهة التحديات تجسد ذلك في حجم المشاركة في هذه المبادرة الحقيقة التي منذ إطلاقها ومنذ دولة الرئيس وافق على إطلاق هذه المبادرة وصدور القرار التنظيمي شهدت رغم قصر المدة التي أطلقنا فيها المبادرة الحقيقة المشاركة زي ما حضراتكم شفتوا فاقت التوقعات وتقدم أكثر من 6 ألاف مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى سواء في مجالات الطاقة الجديدة أو متجددة تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، التكيف مع التغيرات المناخية، خفض الإنبعاثات كلها مشروعات هدفها تحقيق الاستدامة رابعاً حدثنا عن المشاركة الفاعلة والإيجابية ينقلنا إلى حديث مهم عن قيمة التعاون قيمة التعاون وقيمة العمل الجماعي التي شهدته فاعلية المبادرة بمراحلها المختلفة بدءاً من مراحل الإعداد، فرق العمل الحقيقة زادت عن أكثر من 500 مشارك في فئر العمل المختلفة سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجانة التنفيذية على مستوى مختلف المحافظات بشكر زميلي مع الوزير التنمية المحلية الحقيقة على الدعم والمساندة والتعاون الكبير اللي تم أو على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة دكتور محمود محيد دين وصولاً إلى لقاءنا اليوم بإعلان المشروعات الفائزة بالمواطر العمل الضخم ده شهد تعاون مثمر من كافة الأطياف تعاون وتناغم من كل شركاء التنمية من الوزرات، من المحافظات جهات المسؤولة في الدولة، مسؤولين على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي أشخاص وجهات مختلفة على مستوى القطاع الخاص، على مستوى المجتمع المدني على مستوى المراكز البحثية في الجامعات المصرية اللي كان لها دور مهم جداً في عملية التقييم والمتابعة والتدريب وده الحقيقة بيجسد نهج الدولة المصرية بتؤمن به وبتنتهجه وهو نهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية اللي هو الشراكة الدائمة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المؤسسات المحلية والدولية لأن احنا ننظر إلى عملية التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها كما يتشارك الجميع أيضاً في ثمرها وعوائدها خامساً تسعى هذه المبادرة إلى تقديم مبادرة بتركز على الجانب التنفيذي والتطبيقي للمعالجات البيئية المبتكرة تمهيداً لتبنيها على المستوى الأممي خصوصاً ونحن على أعتاب الحدث البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم اللي مصر بتستضيفه بنيابة عن أفريقيا كوب 27 لتؤكد الدولة المصرية من جديد أن الجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء المستوى الإقليمي أو الأممي من واقع مسؤوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية والتحدياتها سيدات والسادة الحضور الكريم حرسنا في ننفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للأخذ بكل أسباب النجاح وأهمها كان الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة من هذه المبادرة الرائدة لذلك تم تنظيم عدد كبير من برامج تدريبية في اللجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة من هذه اللجان التعريف بما هي المشروعات الخضراء والذكية كيفية استخدام المنصة الإلكترونية بالإضافة إلى موضوع هام جداً وهي برامج تدريبية لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فريق العمل بالمحافظات ومعتقدنا مكسب كبير جداً بالنسبة للدولة المصرية من خلال هذه المبادرة راعت عملية التقييم والاختبار للمبادرة توافر طبعاً مجموعة من المعايير كما تم ذكرها المكون الأخضر المكون التكنولوجي تمكين تكافؤ الفرص تعم توجه الدولة الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبماينات موثوقة وجاءت خلاصة ذلك باختيار 18 مشروع اللي احنا بصدد تكريمه اليوم معنوياً ومدياً تتويجاً لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها الواقع ملموس في هذا النوع من التكريم يبعث لدينا دائماً بالسعادة الممزوجة بالتفاؤل والأمل نتطلع لتحفزهم والمسندتهم لموصلة هذا العمل المتميز ليكونوا نموذجاً يحتذى به غيرهم من أبناء هذا الوطن السيدات والسادة الحضور الكريم أصبح التوجه نحو التحول الأخضر متأصلاً في الجهد التنموي للدولة المصرية فهو ممثابة نقطة الاطلاق جديدة لبرامج ومشروعات التنمية التي تتفذها الدولة لذا يشهد مؤتمر اليوم أيضاً إطلاق مبادرة القرية الخضراء التي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية بشراكة مثمرة بين وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية وزارة التنمية المحلية والمحافظات وقطاع الخاص والمجتمع المدني ممثل في مؤسسة حياة كريمة بالإضافة إلى طبعاً الحصول على جهة تقييم مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء بدأ هذا التعاون بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى قرى التي يمكن تنفيذ بها المبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة وتم بالفعل اختيار أحدى القرى بمحافظة أسوان جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء لتكون أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة ننظر دائماً للنجاح والتميز كبداية بداية ورحلة ممتدة وبالتالي أنا وأنا بشكر وببارك لكل الفائزين إلا أنا أقول أن هذا البرنامج وهذه المبادرة كل من اشترك فيها هو فائز هذه رحلة ممتدة من العمل الجاد يبدأ بفكرة تجد من يؤمن بها ويدعمها وإن هذا النجاح هو رهن دائماً بمواصلة العمل بهذه الرحلة وهذا العمل كان دائماً مستلهم بروح التعاون والشراكة التي توحدنا جميعاً فالجميع شركاء في هذا النجاح كما هو دائم وأبداً شركاء في عملية البناء والتنمية اسمحوا لي في النهاية وفي الختام أتوجه بالشكر لكل الوزارات والمحافظات والجهات التي شاركت في إنجاح المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء وبصفة خاصة طبعاً وزارة التنمية المحلية شكر موصول إلى الدكتور محمود محيددين الرئيس لجنة التحكيم زملائي السفير هشام بدر والمهندس خالد مصطفى ولكني عايزة حياة أتوجه بشكر خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء لوسط يعني انشغاله الشديد كان حريص جداً على تواجده اليوم وعلى مشاركتنا في هذه الفاعلية الهمة وطبعاً شكر للسيد رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذه المبادرة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله شكراً معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد على هذه الكلمة الجامعة الشاملة وبتأكيد كل الشكر والتحية على هذا المجهود لتخرج هذه المبادرة بهذا الشكل المشرف السيدات والسادة الحضور الكرام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرست على تصوير بعض من المشروعات المتأهلة والفائزة من أرض الواقع والتي تعكس توطين التنمية، فرص العمل، الاستثمار في المحافظات والالتزام بالمعايير العالمية في التوافق مع البيئة والتحول الرقمي أترك حضراتكم مع فيلم قصير عن بعض هذه المشروعات موسيقى 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 والنهاردة وبعد منافسة قوية شارك فيها أكتر من 6000 مشروع من السبعة وعشرين محافظة مصرية وتأهل منهم 162 مشروع للمرحلة النهائية وصل أفضل 18 مشروع للمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات المبادرة علشان يمثلوا مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 فكرة المشروع الرئيسية إن إحنا بنحاول إن إحنا نقنيبل أو إن إحنا ندعم المزارع المتوسط والصغير في مصر الفكرة إحنا بنطلع أقل تكلفة للمتر المكعب المية للمزارع المصر خلال إن إحنا حطينا نظم ضخة حديثة ونظم رأي حديثة كل الكلام ده مرتبط بنظم إدارة زكية للمرافق ده بالنسبة لنا بيئياً بيتماس مع أجندة المناخ في فكرة إيقاف التدهور البيئي الخاص بعملية المناخ من نسبة لفكرة المشروع هو رابط موبيلتي طبعاً هي الفكرة نفسها هي الخفة والسرعة في الإنجاز، صفات الأرنب يعني طبعاً الإدارة المحلية بتعمل دعم كامل للشباب والمشروعات خاصة اللي هي صديقة البيئة الإسكترات الكهرباء أو العجل الكهرباء بيكون صديقة للبيئة عن طريق أن ما فيهاش أي استخدام للوقود أو ما فيش أي مبعثات لسانوكسيد الكهربون هو المشروع مشروع تطوير زراعة قصب السكر من الطرق التقليدية المتبعة إلى زراعة بالشتلات المعتمدة الخالية من الأفات والأمراض وحدة المساحة بتاخد حوالي من ستة لسبعة طن، تمانية طن للفدان على حسب المجارع وابتدين أن نفكر فيه الزراعة بالشتلات وهي عبارة عن عمل شتلات لأصب السكر عن طريق تنبيت البراعم ديات فيه زروف متحكم فيها الهدف من المشروع دي لأول مرة هيتم تطبيق استخدام التقاوي المعتمدة اللي هي التقاوي اللي بتشتخدم في الزراعة يعني معنى كده أن احنا عملنا دابلينج في الإنتاج أو زودنا الإنتاج مرتين من نفس وحدة المساحة تغير المناخي بيأثر في المناطق الساحلية بارتفاع سطح البحر فدل خلانا نحاول نعمل نظام الجزار مبكر لداتة حقيقية بتتاخد كل 24 ساعة أول مرحلة احنا بنعمل حاجة بيسموها بوي دي عبارة عن عوامة كبيرة قوي بتتحط في البحر على مسافات معينة معروفة ومدروسة لإضافة إلى يكون فيه سنسور أو حساس يقدر يعدلي ارتفاع سطح البحر شكل قوي فالمشروع في صاميم موجودة ثلاثة الدراسات اللي احنا بنحاول ندرسها بـ Climate Change ونتأقلم معاها ونحاول نعرف فين أماكن الضعف اللي احنا لازم نجرى عشان نحميها ونعمل إجراءات عشان تبقى مظبوطة واسم المشروع E-West Recycling أو إعادة تدويل النفايات الإلكترونية بطريقة ذكية صديقة لبيئة بداية من التجميع والفرز وإعادة التدوير بحيث يكون هو مدينة مستدامة لتدوير النفايات الإلكترونية كانت بداية عملنا هي أعمال استقبال ومعالجة المخلفات البلدية كان احتكاكنا بالريف المصري أو بريف محافظة الأخصر اكتشفنا أن كل مخلفات الريف ذات قيمة اقتصادية عالية هيتم الفرز عن طريق الفرز الذكي بأحدث التقنيات زي استخدام الروبوت أو استخدام الفرز الذكي في محافظة اللوصر تقريباً المخلفات المتولدة سنوياً كان يتم حرقها حرقي مكشوف فأنا لما حاول أشتغل كل الطرق يبقى فيها إلكترونيك أكثر أو ديجيتال أكثر أو بالزكاء الاصطناعي هيقل طبعاً التلوث بشكل كبير فبالتالي محافظة اللوصر قدرنا نعمل كل المخلفات أصبحت مورد للمصادر المصادر دي إما وحدات سكنية، منازل، أسر، منشآت، هيئات حكومية أو حيازات زراعية المشروع فكرته عبارة عن الطرق خضراء بتعتمد على توفير دراجات هوائية لتنقل الزائرين داخل المحمية وعمل طرق ممهجة مدقات للدراجات المشروع بيجمع من خلال التكنولوجيا لأنه بيعتمد على التكنولوجيا إنترنت في استخدام الدراجة من خلال البر كود والباسورد الموجود على الدراجة زائد أن المحاطات كلها بالكامل بتعمل بطاقة الشمسية المشروع بيواجه بطاقتهم من خلال الحفاظ على التنوع البوليجي الموجود داخل المحمية إحنا في نيوتيك كشركة تكنولوجيا بنقدم الحلول بتاعتنا باستخدام التقنيات الحديثة زي إنترنت الأشياء الصناعية والزكاة الاصطناعية المشروع بتاعنا أثبت مع العملاء المختلفين اللي احنا اشتغلنا معاهم في أكتر من خمس صناعات مختلفة إنه إحنا بنقلل في استهلاك الموارد بنسبة تصل لـ 15% رفع كفاءة الإنتاج للمصانع ده بيساعد المصانع أنها تقلل البصمة الكربونية الخاصة بيها وبالتالي بتقلل البحثات الخاصة بالكربون اللي بتصدر منها وده بنعكس بشكل مباشر على تأثير اللي المصانع بتسببه في الاحتباس الحراري المشروع عبر عن مجبس متنقل محطوط جوا عربية نص صناع مسؤول عن إن أنا يروح لكل النباشين وكل صحاب الأعمال اللي داخل صناعتهم في البلاستيك إنها تروح لغاية عندهم بتاخد منهم البلاستيك إحنا قدرنا إن إحنا نعمل أبليكيشن تطلب العربية تعرف مكان العربية عن طريق جي بيس العربية هتبقى مجهزة بالوحشة مسية بتولد كهرباء نظيفة قدر أشغل بيها المجبس اللي جوا العربية مشروع فارز المخلفات من المنبع يبدأ بفارز القمامة البلدية من المنزل في هيئة خامات إلى مصانع تدوير المخلفات لإعادة تصناعها المشروع عبارة عن وحدة فارز مصنوعة من الحديد والصاج تقوم الأسرة بالفارز من المنبع والتسجيل على التطبيق تقوم المشروع بمنع الإنبعاثات الحرارية الناتجة عن تراكم المخلفات والناتجة عن استخدام المدافن مشروعنا بعنوان دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي هو إن إحنا نرجع لصورة من الزراعة صديقة للكائنات الحية بحيث إن إحنا نخلي الأرض تحتفظ بكل الكائنات اللي موجودة فيها وتعمل بشكل طبيعي من غير استخدام الكيمويات هو فكرتنا إن إحنا عايزين نعمل نطبق أو نعمل نموذج مصغر لدراسة الاقتمانات التنوع البيولوجي الزراعة شكل من أشكال الحاجات اللي بتتمتص الكربون ثاني حاجة فكرة الاقتمانات التنوع البيولوجي قطاع بيتم إن هو يعمل انبعاثات يقدر في المقابل يعمل محافظة بإن هو يعمل الزراعة متجددة في منطقة أخرى فبيساعد كمان المجتمعات المحلية النهاردة بيكلم على فتلة مشروع زراعة بدون تربة بيتم التحكم بنظام الري والتهوية والتوبريد بنظام الاوتوماتيك الزراعة دي موجودة على مستوى العالم كل الدول العالم بتزرع ديها دلوقتي طبعاً الهدف من المشروع توفير نسبة المياه تسعين في المية منتج آمن وصحي بدون أمراض وأيضاً المخلفات لا تمثل خمسة في المية وبيتم إعادة تدوير المياه الخارجة من السيستم بالأراضي المحيطة بالمزرعة بيتم تقديم منتج بدون مبيدات بدون أمراض بدون أي بكتيريا إيجي روبوتس هي شركة تكنولوجيا زراعية هدفها تصوير المزارع وتحليل البيانات بتاعة المزارع علشان نعرف الأمراض الموجودة في كل شجرة استخدام روبوتس تقدر تمشي في المزرعة بشكل أوتوماتيك بدون تحكم بشري اللي احنا بنقدمه إن احنا بنعرفك بالزبط إيه الأماكن وإيه الأشجار اللي أنت المفروض تتعامل معاها سواء بالمكافحة أو بالتسميد ليقلل التسميد الغير ضروري في المزارع بتاعتك مشروعي زراعة المائية بدون الطربة لإنتاج النباتات الغذائية والأسماك الأكوابونيك التكيف والحدم غيراته المناخية الفكرة بتاعت المشروع هو عبارة عن دمج بين الزراعة المائية بدون طربة والاستزراع السماكي في المشروع عندي تم دمج بين المكون الأخضر والمكون الزكي أنا عندي المشروع بيتكون من جزئين الأحواض السماكية فيها الأسماك بتنمو معيشة طبيعية بينتج عنها الفضلات بتاعتها يتعتبر سماد بس تخدمه في النباتات للنمو وتغذيتها في نفس الوقت أنا دخلت على السيستم ده نظام زكي المفروض السيستم ده أنا ربطه بأبليكيشن على الموبايل بيديلي نتيجة مباشرة بيقس كل ربع ساعة وبيديني فيدباك على النوعية المياب فالركعة الخضراء بحد ذاتها بتعملي كفلتر من ملوسات الهواء فبتساعد برضو إن هي تقلل من أثار تغيراته المناخية وفي نفس الوقت إن هي بتحد منها مشروع تدوير المياه في التزراع السمك المكسف هو مشروع الهدف منه التدوير المياه اللي موجودة في أحواض الأسماك والمحملة بالرواصب والفضلات باعت الأسماك عن طريف عادة فلتارتها مرة أخرى عن طريف فلات الميكانيكية المشروع لي عادة مميزات وأهمها على الجانب البيئي إنه أولاً بيوفر المياه بنسبة 97% ومحفظ انبعاثات الخارجة زي أكسيد النيتروز والميسان من المزارع التقليدية مشروع صاحبات اليد الزهبية ده مشروع تمكين للسيدات اقتصادياً عشان يقدروا يتعاملوا مع التحديات اللي بتواجه مهنة راسية زي تدوير مخلفات النخيل المشروع مشروع من المشروعات بتصنف مشروعات خضرة لأنه بيهدف رقم واحد إنه هو تدوير مخلفات النخيل زائد كمان إحنا بينتجوا ومنتجات منزلية صديقة البيئة من أهم تأثيرات التغيرات المناخية على مصر وعلى المناطق الدفة من العالم هو طبعاً ندرة المياه العزبة بالتحديد وكمان التصحر وارتفاع درجات الحرارة العائد البيئي من المشروع زي ما بقلت إن احنا بنحل مياه وبننتج مياه شرب كافية بدون استخدام أي ملوسات وباستخدام التاقة النظيفة وبالتالي انتشار مثل هذه المشروعات حيقلل من الانبعثات الكربونية وده حق من حقوق الإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر نور نيشن هي شركة نشأة الأول من نوعها في مصر والشرق الأوسط نحن نقدم منتج مبتكر اسمه LifeWalks بيحقق إن هو بيولد كهرباء سواء لرأي الأراضي بالإضافة لكده إن هو ممكن نقدر من خلاله إن إحنا نولد كهرباء تكفي قرية كاملة وفي نفس الوقت نحلي مياه تكفي لحد 8000 شخص مشروع بتاعنا عبارة عن مركبة أو روبوت بيمشي في المياه وفي البحر الهدف منه إنه يجمع المخلفات اللي في البحر كلها المشروع بتاعنا كان فيه داخل فيه تكنولوجيز زي الارتفاشل انتليجنز اشتركوا في القناة المشروعات المشروعات كلها متميزة تعمل من أجل مستقبل مستدام تقدمه كما استمعنا مع حضراتكم من خلال الكلمات لهذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 6000 مشروع تم تأهيل 162 مشروع من هذه المشروعات وفي النهاية فاز 18 مشروع ولكن في حقيقة الله تعتبر كل هذه المشروعات مشروعات رائدة وأيضاً مشروعات مبتكرة ولذلك كام كل محافظ باختيار أحد المشروعات الفائزة في محافظته لتحمل لقب سفير المحافظة لتعكس من جانب أولويات المحافظة التنموية ومن جانب آخر تكون نموذجا ناجحا لتنفيذ أهداف هذه المبادرة مستقبلا أدعو الآن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسعود إلى خشبة المسرح لنبدأ مراسم التكريم نبدأ الآن بتكريم ممثلي مشروعات السفراء المحافظات محافظة القاهرة يتسلم التكريم محمد أحمد إبراهيم عبد العزيز محافظة الجيزة يتسلم التكريم دنيا إبراهيم السعيد محافظة الإسكندرية يتسلم التكريم دكتور أيمن الجمل محافظة أسوان يتسلم التكريم ياد إسلام الإمام محافظة أسيوت يتسلم التكريم حسام بيومي علي حمدان محافظة البحيرة يتسلم التكريم سيف الدين محمد سلامة محافظة بني سيف يتسلم التكريم الدكتور عطوى أحمد عطوى عطية محافظة الدقاهلية يتسلم التكريم دكتور هشام محمد عمر شريف دميات يتسلم التكريم دعاء ممدوح علي رزق الفيوم تتسلم التكريم دكتور مروى أحمد محمد عبد الحليم الغربية تتسلم التكريم نوها محمد فايد الإسماعيلية يتسلم التكريم سعيد موسى إبراهيم موسى عبادة كفر الشيخ يتسلم التكريم متحة محمود السيد يونس الأقصر يتسلم التكريم محمد زكريا الأمير مطروح يتسلم التكريم دكتور هاني عبدالله الكاتب المينيا يتسلم التكريم مصطفى محمود إسماعيل أحمد المنوفية يتسلم التكريم المحاسب السيد هشام عبد الحليم الوادي الجديد يتسلم التكريم محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش شمال سيناء شمال سيناء تتسلم التكريم ريم علي أحمد يعقوب فورسعيد تتسلم التكريم المهندسة أمن حامد محمد عبدالسلام القليوبية تتسلم التكريم المهندسة منال زين العبدين من قناء يتسلم التكريم دكتور وليد عبدالرحيم من البحر الأحمر يتسلم التكريم ملواء شريف أحمد صالح ومن الشرقية يتسلم التكريم مصطفى عبدالرحمن مصطفى ومن سهاج يتسلم التكريم المهندس أشرف مشرف من جنوب سيناء يتسلم التكريم اللواء خالد متولي ومن السويس يتسلم التكريم أمير رفعة سابت والآن مع اللحظة التي طال انتظارها والمشروعات الخضراء الذكية الفائزة على مستوى الجمهورية بواقع ثلاث مشروعات من كل فئة من الفئات الستة هذه المشروعات سيتم عرضها وتقديمها في مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ بعد أيام قليلة فاز بالمركز الأول فئة المشروعات الكبيرة من محافظة الأقصر المشروع هو بنك المخلفات المصري عطاء جاد الكريم محمود عثمان المركز الثاني في فئة المشروعات الكبيرة من البحر الأحمر زراعة الججوبة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا اللواء شريف أحمد صالح والمركز الثالث في نفس الفئة المشروعات الكبيرة محافظة دميات مشروع ميناء بحري للصيد بعزبة البرج دعاء ممدوح رزق في فئة المشروعات المتوسطة فازت بالمركز الأول محافظة الإسكندرية مشروع نظام الإنذار المبكر أيمن عبد المنعم محمد الجمل وفي المركز الثاني في نفس الفئة المشروعات المتوسطة محافظة الوادي الجديد مشروع القرية الزراعية المستدامة سيف شاركة إنجازات لمواجهة معضلة المياه الغداء والطاقة وفاز بها محمد عبد العزيز محمد الدمرداش المركز الثالث في المشروعات المتوسطة محافظة شمال سيناء مشروع استخدام عصارة نبات الرطريت في تكسير الزيوت فازت بها إيمان عبدالله علي الحجاوي وننتقل إلى المشروعات المحلية الصغيرة فازت بالمركز الأول من محافظة الجيزة مشروع باسم رابت فاز بها اللواء أحمد محمد عبدالفتاح السيد والمركز الثاني المشروعات المحلية الصغيرة من محافظة قنة زراعة بدون تربة بنظام ايش بي ايروبونيك لواء أشرف غريب الدوودي والمركز الثالث في المشروعات المحلية الصغيرة من القليوبية المشروع باسم إكبسني الفائز هو ماجد محمود أحمد الحلفاوي وفي فئات المشروعات غير الهدفة فاز بالمركز الأول من الإسماعيلية مشروع نظام انظار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف مبكرة عن سوسة النخيل الحمراء السيد عويس عمران عبيد وبالمركز الثاني في نفس الفئة المشروعات غير الهدفة من القليوبية مشروع دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية سلمة سامي محمد محمد زلط وفي فئة المشروعات غير الهدفة المركز الثالث من الفيوم المشروع هو الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قرون الطبيعية بالفيوم الأستاذ إيهاب محمود إبراهيم عبد العال وننتقل إلى الشركات الناشئة فازة بالمركز الأول من محافظة البحر الأحمر مشروع نور نيشن حلول مبتكرة لطاقة متجددة ومياه وغذاء آمن فاز بها راجي رمضان أحمد شحات والمركز الثاني في نفس الفئة الشركة الناشئة من الإسكندرية مشروع بعنوان روبوت إزالة المخلفات والزيوت من البحار فاز بها سيف الدين أحمد مختار وأخيرا في الفئة الشركات الناشئة في المركز الثالث من مطروح مشروع المباني الخضراء المستدامة فاز بها محمد خلف صادق أحمد وأخيرا وليس آخرا ننتقل إلى مشروعات المرأة وفازت بالمركز الأول من الأسكندرية مشروع بعنوان تصميم قاطع ثلاث الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية مونة رفعة طمان وفازت بالمركز الثاني في فئة مشروعات المرأة من القاهرة مشروع الخردة باب رزق وفازت بها وهاد سامير أحمد وكان المركز الثالث في مشروعات المرأة من نصيب مشروع مبادرة صاحبات اليد الذهبية من الفيوم وتذهب إلى سمر سعيد معوض والآن مع تكريم مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي جو جرين ويقدم لشركة إيفاينانس ويتسلم التكريم المهندس إبراهيم صرحان الرئيس مجلس إدارة الشركة كما نشهد اليوم إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوافق مع إحداث المعايير البيئية العالمية بشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إي كونسلت للاستشارات البيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة حيث تم تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها لتكون نموذجا يمكن تعميم على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة وتم اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان وتم العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء ولتكون بذلك أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة الآن مع تكريم الحاصلين على شهادة الترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية فارس بمحافظة أسوان المقدمة من الجمعية المصرية الأبنية الخضراء ويتسلم التكريم مؤسسة حياة كريمة أستاذة آية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة شركة إي كونسلت وتتسلمها المهندسة سارة البطوتي رئيس مجلس إدارة الشركة وزارة التخطيط ويتسلمها دكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ومحافظة أسوان ويتسلم التكريم محافظ أسوان ألواء أشرف عطية ألف مبروخ لكل السادة المكرمين في هذه المبادرة شكراً معالي وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مسك الختام مع كلمة معالي بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدات والسادة الوزراء معالي السيدة والسادة المحافظين السيدات والسادة الممثلي لمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية معالي الدكتور محمود محيد دين رئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي أن أنا رحب بحضراتكم اليوم والحقيقة يمكن ما كانش من المخطط أن أنا ألقي كلمة ولكن الحقيقة يعني في إطار هذه المناسبة السعيدة يمكن اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بجزيل الشكر لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لموافقة على رعاية هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية والحقيقة أيضا أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل فريق العمل اللي قام على تنظيم هذه المبادرة وعلى إخراجها بالصورة المميزة اللي إحنا وجدناها النهاردة زي ما كل زملائي قالوا إحنا على بعد أيام قليلة جدا من بدء قمة المناخ في مصر لمصر بتستضيفها في فترة شديدة الدقة وشديدة الإسسنائية في ظروف يعني العالم كله ممرش بيها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن إحنا قمة المناخ في مصر اللي حتعقد يعني إن شاء الله بداية الإسبوع القادم يعني واخد عنوان مهم جدا وهو يعني الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغييرات المناخية وعشان كده أعتقد إن هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ الحقيقة هذه المبادرة وأنا بواجه الشكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلن عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فإحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها فاللافت للنظر إن تقدم إلينا أكتر من ستة الاف ماتين واحد وتمانين مشهور يعني جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ إنها تتنفذ أو حتى أفكار يعني حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة وده يؤكد المصار اللي الحكومة المصرية أخدته في إطار رؤية مصر عشرين تلاتين اللي هي أيضا ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة السبعتاشر لأطلقتهم الأمم المتحدة فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكتر من ستة آلاف مشروع بتعلن إنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس هذه الرسالة رسالة مهمة جدا لكل المؤسسات سواء المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو حتى المحلية إن مصر بالفعل بتتبنى كل معايير بقدر الإمكان كل معايير للسدامة مصر الحقيقة من خلال المشروعات يعني بحي أصحابها والأفكار الجميلة جدا اللي الحقيقة يعني ظهرت النهاردة المشروعات دي كانت مقسمة إلى ست موضوعات أو محاور مشروعات الكبرى المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة المشروعات المرتبطة بالمرأة وأخيرا مشروعات غير الهدفة للربح وكلها الحقيقة النهاردة وجدنا لها نمازج هامة جدا يعني أن الحقيقة كان لافت للنظر وأنا بتفقد المعرض وأيضا المشروعات الفائزة النهاردة عندنا مشروعات إزاي إن إحنا بنستفيد من المخلفات سواء المخلفات البيولوجية أو المخلفات الصلبة في توليد طاقة عندنا المشروعات الخاصة بإعادة تدوير البلاستيك عندنا مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة الحقيقة كلها من موضوع الغذاء والتحليط الميا ومعالجة الميا وكلها الحقيقة بقت قضايا النهاردة أعتقد مش فقط تمث مصر ولكن تمث البشرية كلها وبالتالي هذا الحجم الكبير جدا من المشروعات اللي موجود ومضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقة يمكن هذا الحجم من المشروعات وهذا الحماس الكبير اللي لمسناه هو اللي شجعنا أن نخلي هذه المبادرة تبقى فعالية سنوية بحيث إن شاء الله يكتب لها الاستدامة وبنشجع المحافظات وكل الشباب اللي موجودين فيها على أن هم دائما يتنفسوا منافسة شريفة ومنافسة جميلة جدا وإيجابية في هذه المجالات المهمة في خلال الفترة القادمة ويبقى كل سنة إن شاء الله يعني نشرف بوجودنا علشان نحتفل معاهم بالمشروعات الفائزة وأيضا بالجهد المتميز اللي كل شبابنا وكل الجهات اللي بتقوم بي على مستوى المحافظات كلها بإذن الله نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين أنا مش هطول على حضراتكم ولكن مرة أخرى بتوجه بكل الشكر والتقدير أولا لفخامة الرئيس على رعايته الكريمة لهذه المبادرة وكل فريق العمل اللي قام بهذا المشروع وكل التهنئة للفائزين وإن شاء الله حظ أفضل اللي لم يحالفهم الحظ وبإذن الله نشوفهم فائزين في السنوات القادمة إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هذه الكلمة بالتأكيد من قلب المحافظات المصرية نجحت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتقدم للعالم حلول مبتكرة للتحديات البيئية مشروعات خضراء ذكية تفتح الباب لمشروعات أكبر وأكثر وتساهم في مواجهة آثار تغير المناخ وتقربنا خطوة في طريق الحلم طريق المستقبل المستدام ومن هنا نوجه الدعوة لكل فئات المجتمع بالمشاركة في حماية البيئة لنبني معا مستقبل مستدام شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر